السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله يقوم مدرب الفريق الوطني المغربي وليد الركراكي بزيارة لمجموعة من الدول الاوروبية وذلك من اجل متابعة بعض اللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبية بفرنسا وبلجيكا ثم اسبانيا والتأكد من جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في نهائيات كأس العالم بعدما رسم ملامح اللائحة التي ستحضر كأس العالم بقطر من خلال مباريات كل من الشيلي وباراغوي ولم يتبقى الا الحسم في اضافة بعض اللاعبين الجدد لخلافة غياب اسماء اخرى ستغيب للاصابة ويبحث وليد الركراكي عن لعبين جدد بامكانهم تمثيل النخبة الوطنية في مونديال قطر تحسبا لأي مفاجآت قد تحصل قبل ضربة البداية حيث ان اعداده للائحة المنتخب الوطني التي ستشارك في نهائيات كأس العالم مونديال قطر 2022 ستعرف حضور لاعب او لعبين لاول مرة مع النخبة الوطنية بعدما خطط لتجهيز ثلاثة لاعبين جدد من الدوري الفرنسي ثم الدوري البلجيكي ويراهن وليد الركراكي على صاحب ثمانية عشر سنة بلال الخنوس لاعب فريقي جينيك البلجيكي والذي يعتبر من ابرز المرشحين للانضمام الى معسكر المنتخب الوطني المغربي خاصة وانه كشف اخيرا في تصريحات اعلامية قراره بتمثيل المنتخب المغربي في مساره الرياضي رافضا بذلك دعوة اللعب للمنتخب البلجيكي وكان بلال الخنوس قد شارك مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من عشرين سنة في النسخة السابعة للبطولة العربية التي اقيمت في مصر في الفترة الممتدة ما بين عشرين يوليوز وستة غشت الفان واثنان وعشرون وسبق له التواجد مع المنتخب الاول بعدما وجهت له الدعوة للمشاركة مع المنتخب الاولمبي في مباراتين اعداديتين امام المنتخب السنغالي وقال المهاجم المتألق بلال الخنوس في تصريح لصحيفة فوت بوكرانت انه كان من الممكن ان يختار اللعب للمنتخب البلجيكي لكنه فضل اختيار القلب مشيرا الى انه يأمل في الانضمام الى تشكيلة الاسعود في نهائية كأس العالم مونديال قطر الفان واثنان وعشرون وبدوره بنجامين بوشواري لاعب فريق سنتتيان الفرنسي والذي يشغل مركز وسط ميدان الاولمبي المغربي من مواليد ثلاثة عشر نوانبر الفان وواحد في مدينة بورغير هوت البلجيكية اختار هو الاخر اللعب للمنتخب الوطني المغربي وسبق له المشاركة في مباراة ودية مع المنتخب الاول امام منتخب مدغشقر في مركب محمد السادس لكرة القدم بسلا كما سبق له الانضمام الى المنتخب الاولمبي في مباراتين وديتين امام السينغال ويشبه بوشواري في طريقة لعبه مواطنه الدولي المغربي امين حارث لاعب مارسيلي الفرنسي اذ انه يفضل التوصل بالكرة في وسط الميدان والانطلاق بها نحو الهجوم بحثا عن الحلول لاحراز الاهداف وبناء اللعب لتسهيل عملية التسجيل ولعب المغربي بوشواري خلال تكوينه الرياضي لاندية خينة البلجيكية ثم اندرلخت وفيلم اثنان تيلبرغ وبورتونا سيطار دورودا في هولندا قبل ان ينتقل لنادي سان تيتيان الفرنسي في السادس عشر من الفان واثنين وعشرين واعجب المدرب وليد الراكراكي بالمؤهلات الفنية والبدنية التي يملكها اللاعب اسماعيل قندوس صاحب الاربعة وعشرون عاما بعدما تلقى تقريرا فنيا ايجابيا عنه اعده محلل الاداء في الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب موسى الحبشي والذي حرص على توصية المدرب الراكراكي منذ تقلد مهمة تدريب منتخب بلده على التفكير في ضم اللاعب اسماعيل الذي يعتبر في الوقت الحالي من ابرز اللاعبين المغاربة المتألقين في الدوري البلجيكي ويشغل القندوس مركز مدافع اوسط وسبق له لعب مباراتين مع المنتخب الوطني الاولمبي في التصفيات الافريقية المؤهلة للالعاب الاولمبية السابقة في توكيو واكدت تقارير اعلامية ان مدرب الفريق الوطني وليد الراكراكي قد ضم مدافع نادي سان جلواز البلجيكية اسماعيل قندوس للقائمة الاولية التي شملت 55 لاعبا والتي ارسلها الجمعة مسؤول الاتحاد المغربي لكرة القدم الى الاتحاد الدولي لكرة القدم في انتظار ان يعمل ربان منتخب المغرب على تقليص قائمة المنتخب واختيار العناصر التي ستحضر معه نهائيات اضخم حدث كروي في العالم والذي سيقام لاول مرة في المنطقة وكان وحيد خالي لوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي السابق وضع اللاعب اسماعيل القندوس في اللائحة الاولمبية للنخبة الوطنية قبل المباراة الودية امام الولايات المتحدة الامريكية ثم اسقطه من اللائحة النهائية